نستكمل أخبارنا والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر أنه يعقد جلسة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات كمان الرياضية الأسبوع اللي جاي بمقر اللجنة الأولمبية عشان يناقش آخر الاستعدادات للعيبة واللعبات لدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2021 كمان هيتم منقشة متطلبات الاتحادات خلال الفترة اللي جاية والدعم المادي اللي هما محتاجينه اللجنة الأولمبية الدولية كانت أكدت في بيانات رسمية خلال الفترة اللي فاتت أن دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2021 في معادها والتأجيل للمرة التانية خارج الحسابات تماما استمعنا طبعا كلام كتير جدا عن دورة الأولمبيات القادمة وحتى كان من فترة طويلة كده والواحد لسه مش شايف قوي قصة الكورونا رايحة فين كانت الصفحة الرسمية للدورة الأولمبية أو يعني تم الإعلان رسميا أن الدورة القادمة بدون تواجد نماهيري خالص وإزاي ده ممكن كمان يكون بيأثر فواضح أن هم هيكونوا بيشتغلوا أن الدورة هتتلعب في معادها أيا كان بقى شكلها هيبقى متغير إزاي قيمتها وشكلها في عيون المتابعين ومحب الرياضة ممكن يكون متأثر إزاي بسبب الظروف الحالية ده مش متبصره خالص متبص إن هي ما ينفعش يتم تأجيلها مرة تانية وواضح جدا كمان أن الدنيا عندنا هنا مهتمية جدا بالدورة القادمة والبعض كمان في الاتحادات بيشير إن في رياضيين استفادوا من تأجيلها لمدة سنة وبشوف أن التنس المصري استفاد جدا والسنة دي احنا عملنا فيها إنجازات وأبرزهم طبعا إنجاز مايار شريف اللي اكتسبت ثقة واختسبت خبرات كبيرة على مدار السنة دي وان شاء الله تكون بتجني ثمارها فدورة الألعاب الأولمبية قادمة طبعا بجانب محمد صفات وبجانب أكتر من الرياضي بيشاركوا دلوقتي بطولاته وبيزودوا كمان من إمكانياتهم وبيتمرانوا بشكل أكبر عشان بيضن لقى الدورة القادمة وواضح كمان بأن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حاطت في دماغه إن الدورة دي بعتتنا بإذن الله ترجع بأكتر من ميداليا وترجع بأكتر من مجرد تمثيل ترجع بإذن الله بشكل مميز وبطولات أو بميداليات وكمان بفرض اسمها على الخريطة الأولمبية وده أعتقد هدف مهم جدا جدا لازم يكون ملحوظ بالنسبة لنا كل دورة بيفرق عنها أربع سنين طبعا بخلاف الدورة القادمة كما السنين ولكن أربع سنين كفيلة إن احنا نشوف من خلالهم تقدم متطور وملحوظ كمان على خريطة الرياضيين المصريين خلال أربع سنوات كفيلة جدا إن احنا نشوف لعبين بيظهروا ولعبين بيتطوروا ولعبين بيشتغلوا على نفسهم فبإذن الله أوليمبيكس توكيو 2021 تكون بمثابة خطوة جيدة جدا في تاريخ الرياضة المصرية إن شاء الله